ذكرت صحيفة بوليتيكو الأميركية أن تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن بأن جائحة فيروس كورونا بلغت نهايتها كان مفاجأة لمسؤولي الصحة في البلاد وكان بايدن قد صرح في مقابلة مع شبكة سي بي اس بأن جائحة كورونا في الولايات المتحدة قد انتهت ولكن المشاكل لا تزال قائمة مضيفا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به وأكد بايدن أن الجائحة انتهت وأن لا أحد يرتدي أقنع والجميع في حالة جيدة جدا